من هو المؤسس للدولة المارقة التي لطالما حذر منها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومن الذي شرعن لها عبر مئات السنين وأوجد الحظنة لها من خلال تشريعاته وكتبه وأفكاره التي أباحت القتل وسفك الدماء والتمثيل بالجثة وحرقها كل هذه الاستفامات وأكثر يكشفها لنا المرجع الصرخي وذلك من خلال بحثه العقائدي تحت عنوان الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول والتي يبين فيها حقيقة مذهب التكفير والإجرام ومؤسسه ابن تيمي الذي لطالما زرع الحقد والطائفية بكتبه وأفكاره تأتيكم مباشرة الساعة السابعة مساء على قناة المركز الإعلامي لسيد الصرخي الحسني على اليوتيوب